موسيقى اهلا بيكم مشاهدينا اهلا بيكم في حلقة جديدة من شفت منام على شاشة الصحة والجمال شاشة الاسرة المصرية وحشتونا جدا يا رب النهاردة تكون الحلقة خفيفة على قلوبكم هنفتح للتصلاة من اول الحلقة عشان نستقبل مكلمتكم ونستقبل منامتكم موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عن التداوي بالاحلام صلي على رسول الله الاول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة انحل بها العقد وتنفك بها القرب وتفتح لنا بها ابواب الستر والصحة والرزق يا رحمه هنتكلم النهاردة عن التداوي بالاحلام ايه هو التداوي بالاحلام؟ زور الأدوية، استشفيات، أطباء العلاج بواجهة عام في المنام بيشير لإيه؟ للعزباء، والمطلقة، والحامل، والرجل، والمرأة زي ما اتفقنا ان الرمز لا يعمم ولكل شخص بيكون تفسير مختلف على حسب حالته حالته الاجتماعي اذا كان متزوج او لأ اذا كان شاب او فتاة وبيكون برضو اذا كانت الصلاة دي استخارة او لا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن انواع الاحلام واتكلمنا عن الصلاة الاستخارة فيها واتكلمنا عن الاحلام التأهيلية والتحذيرية النهاردة الموضوع مش مختلف كتير ان كل الاحلام متصلة ببعضها فهنتكلم عن التداوي ايه هو التداوي؟ اولا بسم الله ظهور الأدوية في المنام هل هي زي بعضها؟ لا يعني مثلا لما بنشوف حد بياخد حد شايف نفسه بياخد علاج معين مشروب مثلا علاج بيتشارب او علاج حبوب وهكذا بتكون مختلفة بس هناخد اللي تصالوا بعد كده نرجع الو ايوه احسلم عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل جاي حضرتك الحمد لله من الورس من الورس لا شايفا ربنا يا عزك حبيبتي تسلمني طب بصة حضرتك في حلم الوقت تبيت اقوله الاول وبعدين في حلم اللي جايلي ممكن؟ طيب هتفضل طيب الحلم اختي حلمت ان هي بتاكل فتيرة مش هلتتا ايوه وفاض منها حتة تغيرها ادتها لاختها ويتلاقى خديها عشان انا كنت كتير عشان كنت جعانة ده الحلم اللي لاي حدود طيب اختك متزوجة؟ لا انسة انسة اوكي طيب افسرهوليك وبعد كده تقولي تاني طيب هقولك التفسير بعد الفاصل استنونا ما تروحش في اي حد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نفسر المنام اللي خدناه قبل الفاصل بعد كده نرجع لموضوع حلقتنا التداوي بالاحلاف بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة نحل بها العقد وتنفك بها القرب وتفتح لنا بها ابواب الستر والصحة والرزق يا رحمي اختك في خير جاي لها وخير كتير جدا وهي هتتنازل او هتتبرع بجزء من الخير ده لاختها التانية يعني هيبقى اختها في حاجة لمال مثلا او حاجة كده وهي هتديها او هتعطيها منه والله اعلى واعلم فيه ناس كتير جدا مختلفين في موضوع الفطير والعجين وانه هو بيبقى رغي كتير وكلام وكده بس ده مش حقيقي الا اي حاجة فيها دقيق وفيها سمن وفيها سكر فدي بتبقى خير لان الحاجات دي في الطبيعي ما بتبقاش موجودة غير في البيوت اللي فيها خير ففي المنامات برضو بتكون كده بيكون خير بيكون رزق وبيكون علامة لصلاح الاحوال ولولا بنوت العزباء بيكون غالبا هيجي لها عريس والله اعلى واعلم نرجع لموضوع حلقتنا التداوي بالاحلام غالبا الادوية في المنام بتكون دليل على صلاح الاحوال وعلى صلاح الدين ان حد بيكون مثلا مش ملتزم قوي دينيا مش ملتزم بصلاة بأسكار بصيام وهكذا لما بيحلم ان هو مثلا بيشوف نفسه في مستشفى ده معناه ان هو هيمر بضائقة بس مش مادية بتكون في الغالب يا اما صحية يا اما صحيا يا اما هيحصل له مشاكل وبعد كده بتتحل بتتحل بس بطريقة صعبة شوية لان في الطبيعي المستشفيات علشان ندخل ونخرج منها بتبقى الحالة مش يعني ناخد فيها مشوار طويل والله اعلم معنا تسأل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي مهارك ومه عبد الرحمن اهلا بيك حضرت انا عندي استخارتين عايز اقولهم لحضرتك عندك ايه؟ استخارتين عايز اقولهم لحضرتك تفضلي الاستخارة الاولى دي انا عشان عايز اعمل عملية اولا لان الاقول تضربت كتير في الموضوع ده شوفت اللهم ما جعله خير ان انا تلفتي بتختل على الغسالة العادية بتاع الزمان دي اه فانا لقيتها بتختل وبتراوة وكده فاقلتها ساعد اه فقمت عشان اعفر الغسيل من الغسالة المية كبيرة اوي كده ومضيفة وملامة اريال وحيتة حلوة والهدومة انا امطلعها وبيضة نصعة اوي وحتى الملاوه امطلع من زه هزه فجات اختانا قالت لقى ايه؟ عامنك انت عشان تعبنى وانا هساعدها بدالك دي اللي استخارة الاولى اقولي حضرتك التانية؟ اه اطفل دالي كميل اه التانية مش لي الابني بقى حلمت الله ما جعله خير ان انا وقفت في الشارع كده في بلدنا اه وحصنة وانا معايا حصان بس الحصان ده كان شكله جميل اوي وابيض حصيه خير العربي اصيل كده يعني كان جميل اوي وانا مسكامل لجنب كده فوقف جنبي واحد ممثل كان لابس بدلة كده شيك وكان لبسه قانيق اسمه ايه؟ ايه؟ شفت عاربتيه يعني كان شخص معلوم بالنسبة لك؟ اهو معلوم بس انا مش فكرة اسمه يعني مش مشهور اوي بس ليه ادوار يعني ويطلع على التجريزيون فالمهم ايه انا ببص في اول الشارع لقيت خيول كتير مطلوقة شبه ما يكون سباء كده فايه اه لقيت بياخت مني الخيل وولي سيبيه وانا هجيبلك واحد احسن مني بس كده طب معلش بس هو انتي قلت ان في استخارة ليك واستخارة لابنك ايه اللي عارفك ان الاستخارة التانية لابنك؟ لا انا بنيتي انا يعني الاستخارة اللي قلت او حضرك بتاعيش كده دي قديمة بس دي لابنة عشان خاطر حاجة يعني بس ربنا فيها عايز اعملها ويعني مزبزمة منه بس انا مصليها بنيتي لابنة ايه؟ بس هو ما الاستخارتين كده ليكي مش لابنك على فكرة ايه لا حضرتك اللي هي بتاعيش بس دي لابنة ايه حاضر انا ما انا عارفة انا فاهماك الاستخارة التانية فيها رسالة برضو ليك انتي بس انا بقولت الحامل مجيب حاضر شوفوا شايفة حاجة انا مش شايفة بس انا بقولوا حاضر حاضر ماش تخطر حاضر او الاستخارة اللي هي بتاعت العملية لا اعملي العملية ما تعملهاش ليه بالعكس يعني فيه في زوال هموم في حاجة حلوة وفي حد كمان هيعينك ويساعدك فيها فاعملي العملية حاببتي على بركة الله يعني اتكلي على الله وعمليها ورب الخير لا يأتي إلا بالخير والله أعلى وأعلم الاستخارة التانية في حاجة انت لنوية تعمليها في حاجة انت في نيتك تعمليها والحاجة دي فيها فلوس غالبا فلوس هتدفع يعني هتطلع منك انت فلوس كنت مزبزبة في الموضوع لكن لا هيتعامل الموضوع يعني حتى لو انت مزبزبة فيه ومش عاوزاه فهو الموضوع كده كده هيتعامل لكن انت اخرتيه انت ملغتيهوش انت اخرتيه واصلا مش هتقدر يتلغي لان هو خلاص يعني معاده قطحان يعني والله أعلى وأعلم حاببتي يقالك السلام عليك ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب اللهم أمين نرجع لموضوع الحلقة التداوي بالأحلام وبرضو منتظر انتصالاتكم قلنا اللي يشوف نفسه داخل المستشفى ده معناه انه هو هيفوت بقرب أو هيفوت بدقيقة ما لكن مش مادية هتكون مشكلة لحد ما صعبة شوية الشخص ده في الغالب بيبقى زي ما قلنا مش ملتزم دينيا مش بيصلي أو متقطع في صلاته ما بيعملش المناسك اللي عليه أو الحاجة اللي بينه وبين ربنا ما بيعملهاش على أكمل وجه أو بيكون مقصر فيها طيب لو شوفنا الطبيب أو الممرض ده في حد ذاته وبشرت خير بيبقى معناه ان في حد هيساعدنا على حاجة معينة في حياتنا مثلا احنا ما كناش قادرين نعملها لوحدنا أو حاجة محتاجين فيها مساعدة من حد موضوع مثلا مدي موضوع معنوي وبيكون محتاجين المساعدة دي والمساعدة دي بيجي اللي يساعدنا فيها يعني ربنا بيوجد لنا شخص ما بيساعدنا طيب لو شوفنا مثلا لو حد شاف نفسه بياخد علاج بالحق ده بيوصل اللي هو عاوزه أسرع يعني بيوصل لموضوعه أسرع وبيبقى فيه شفاء وكله شفاء من مرض يعني الأدوية عموما شفاء من مرض المرض هنا مش شرط يكون مرض جسدي كمان ممكن يكون مرض نفسي اللي هو تعب حد زعلان حد مهموم مقروب كمان بيكون الأمراض اللي هي التانية بقى اللي هو حد زعلان من حد معين أو حد بيمر بضائقة بضائقة مادية دي برضو من الأمراض يعني والقروب فبتبقى رؤية الأدوية والمستشفيات كلها بتدي زوال هموم ولكن بتفرق زي ما قلنا المتزوجة من العزباء من الرجل وهكذا قلنا كمان إن الحقن ده أسرع للشفاء وأسرع لحل المشاكل وأسرع للزوال الكرب لو حد عنده كرب وشاف نفسه في المنام مثلا بياخد حقنة ده معناه إن الكرب ده هيزول بطريقة أسرع وبطريقة أسهل طيب الأدوية اللي هي بتتاخد عن طريق البلعة يعني حبوب بتتاخد عن طريق البلعة دي حاجة هتعملها غصب عنك يعني حاجة أنت مش عاوز بتعملها لكن هتعملها غصب عنك مثلا حد بيشتغل شغل معين ومش عاوزه هو هيكمل فيه مخصوب لكن مخصوب بالخير بيكون هو ده الخير ليه هو ده أو عارفين لما مثلا نختار حاجة ونقول هي أحسن الوحشين تهيب تبقى كده اخترتها مش عشان أنا عاوزاها اخترتها عشان أنا مجبرة عليها لكن هي في النهاية خير مش الخير اللي أنا عاوزاه بس هو في النهاية خير وهكذا طيب الدواء المشروب الدواء المشروب بيبقى على حسب له طعمه حل فدي حاجة هتعملها وانت راضي يعني ونفسك راضية مبسوط بيها حاجة انت اخترتها وفي الغالب بيكون لو لحد أعزب بيكون عروسة يعني أو عريس على حسب حال الشخص يعني إذا كان شاب أو فتاة إذا كان الدواء دا طعمه مش حلو ومحبناش طعمه في المنام دا بيكون حاجة هنعملها وإحنا إلى حد ما مش راضين عنها وفي الغالب دي بتكون برضو ارتباط وارتباط بيكمل غصب لكن بنشوف بعد بعد كده حكمة ربنا في النهاية يعني في الأول ما بنبقاش راضيين ما بنبقاش مبسوطين بالموضوع دا لكن بنشوف بعد كده إنه لأ هو دا كان الخير فعلا وإنه دا المفروض اللي كان يحصل لأن في العموم الأدوية حتى لو إحنا مش عاوزينها فإحنا بناخدها حتى لو الأدوية دي طعم وحش وبتتعب لنا أجهزة كتير في بيسمنا تاني غير وبتعالج حاجة وبتتعب حاجة تانية إحنا برضو مجبرين ناخدها للعلاج فهي في المنام كده بتبقى مجبر على حاجة وبتعملها في الحقيقة لكن هي دي الخير بالنسبة لك الأدوية في المنام للحامل في الغالب بتبقى حملها دا في ولد يعني بتكون هتحمل أو هتكون هتجيب ولد لو شاحدة شافت نفسها بتعمل مثلا حقني مجهري كتير طبعا دلوقتي ربنا يا رب يرزق كل المشتاء للأطفال الحقن المجهري في المنام معني برضو لو واحدة عاوزة تعمل حقن المجهري في الحقيقة فهي كده هتعمله بتكون رسالة لها لو واحدة مش عاوزة تعمل أو هي مش مكررة تعمل بيكون لها زيارة للطبيب بيكون لها زيارة لأنها في عندها مشكلة في الحمل مش هتحتاج العملية لكن هتحتاج علاج وهتحتاج رؤية طبيب أو استشارة طبيب في الموضوع ده طيب لو راجل وشاف نفسه بياخد أدوية أو في مستشفى لو راجل شاف نفسه في مستشفى بيكون لو راجل ده تاجر أو مثلا عنده شغل بتاعه بيكون الشغل ده هيمر بفترات صعبة هيمر بمنحدرات يعني مثلا شوية فوق شوية لأ الشغل مش قد كده في نقص في سيولة في مشاكل مادية كتير هتقابله طول ما هو بيحلم بالمستشفيات أو بطريق للمستشفيات أو بسيرة المستشفيات أصلا ده معناه إنه هيفضل في المنحدرات دي كتير هيفضل في المشاكل المادية فترة أطول لو شاف الطبيب والطبيب دوا في المنام ده معناه إن الموضوع هيتحل والموضوع ده الفلوس دي هتيجي وهتبقى أسهل وهتبقى بطريقة كمان أسهل طيب لو أعذب وشاف نفسه بيروح المستشفى كتير وبيتعرض لدكاترة كتير أو مثلا بيدخل عند أكتر من دكتور بيبقى ده شخص بيشوف أكتر من بيت عشان يختار منه زوجة أو عروسة لو لو بنت بنوت أعزباء وشافت إنها بتدخل مستشفيات كتير بتكون هي مختلط عليها الأمر أو مش عارفة تاخد قرار بيكون في الغالب في شخص متقدم لكن هي مش عارفة تاخد قرار أو بمعنى أوضاح مش مرتاحة وده غالبا بيجي بعد صلاة الاستخارة إن هي مرتحتش أو محبتش الموضوع طيب معنا اتصال هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحة البركاتر أهلا بيك يا حبيبك مع حضرتك والله هننسي عايز أستفتف حضرتك ضروري تفضلي والله حضرتك أنا مرت كده حاجة في إدن تقولي سورة هود سورة هود معلش مش سامعك بيقولك مرتين حضرتك حاجة دي تقولني بصورة هود صورة هود صورة ايه صورة هود صورة هود ده في المنام يعني اه وأصحى من النوم على صوت الفجر طيب وبتقوم من النوم بتقريها الصبح بقى رانا حضرتك طيب حاضر 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 تقري ونفس الحاجة دي بعد عشرة يام رحت لمرات ابني بتقول لها برضا صورة هود في مشاكل عندكم اه يعني شوية طيب حاببتي تابعيني حاضر هفسرلك شكرا حاببتي بسم الله اولا احنا قلنا قبل كده ان لما بنشوف او بنسمع اسم صورة من صورة القرآن الكريم اول ما نصحب من النوم لازم نقرأ لان بيكون في رسالة جوه الصورة دي لو شفنا نفسنا بنقرأ آية من الآيات يبقى الآية دي فيها رسالة لنا فانتو حل مشاكلكم في الصورة دي اقرأ الصورة وان شاء الله هتلاقي فيها الحل للمشكلة اللي عندكم ده الطبيعي في صور القرآن الكريم لما بنشوفها في المناب والله اعلى واعلم وفي الغالب المشاكل بينك وبين او عندك وعند مرات ابنك يعني انتو الاتنين ليكم نفس الموضوع او متدخلين في نفس الموضوع يعني والله اعلى واعلم معنا تصول تاني ألو أهلا بيك يا دعائة فضالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزة فستر حلمة حلمة بطب التعابين جو شه جو يعني ألوانتها ايه ايوه انا سمعيكي ألوانتها ايه اه التعابين ألوانتها ايه يعني لونها اسود أصفر ايوه اسود ومن وراء البيت هم واحد طلع الصابح والتاني فار واحد طلع صطوح والتاني ايه طار في السماء طار في السماء طار او فار انا مش سمعة طار طار في السماء اه اه اوكي جيري او انا بقول طار في السماء اوكي حضبتي حاضر متزوجة صاف لا انسة ايوه اوكي طار في السماء عليكم السلام حبيبتي لو سمحت انا بحلم اعطوني اني استحمى يعني اه متزوجة لا انسة اه انسة حاضر حاضر اه حلمتي بستحمى عندي واحدة جريبتي فرحة جبت لي جامس جولت لي اه لا انا عايزة باشكير فوطة يعني اه بس عايزة الفرحة تكون جديدة فرحة الجسالة الحلم ده اتكرر معي على طول طيب حاضر شكرا حبيبتي لاتصلك حاضر حاضر تابعيني طيب هو اول منام بتاعي التعبين ان انت شفت تعبين اسود واصفر تقريبا قلتي صح كده واحد كان على السطوح والتاني طارد التعبين في المنام عموما بتكون اعداء ولكن بتختلف من الوانها ان هو الاسود بيبقى اشد عداء من الاصفر الاصفر ده بيبقى حد عدو بالكلام بيرميكي بكلام سيء مش اكتر من كده بيوقع بيسمع الكلام وينقله بيحاول يأذيكي لكن ما بيعملش حاجة يعني بيأذي الكلام وبس الاسود ده هو اللي عدو شديد وخطير جدا وما بتقدريش ان انت تردي ازاي لان انت مهما عملتي ما بتقدريش تردي الازا بتاعه هو بيكون اقوى منك جدا والله اعلى واعلم فاخد بالك من الشخصين اللي في حياتك بالطريقة دي وفي الغالب فيهم شخص قريب جدا منك من البيت اللي انت فيه الحلم بتاع اختك اللي هي بتحلم ان هي بتاخد شاور دايما وعند حد من جيرانها حاببتي انت فيه حد مطلع على اسرارك وللأسف ربنا يا عفيك يا رب عاوز يكشف سترك فاخد بالك شوفي انت اي لقيه لمين ولا انه هو هيستخدمه ضدك جدا الفترة اللي جاية وهي واحدة ست والله اعلى واعلم الحلم التالت بتا قالت انها متجنزارة صح كده من اسمات صح بنت عمك اللي هي مربوطة بجنزير او حاجة كده دي فيه ليها ازا يعني هي مأزية والله اعلى واعلم ربنا يكفيكو شر الرؤية اللهم امين يا رب طيب نرجع لموضوعنا التداوي بالاحلام قلنا ان العلاق في المنام بيدل على صلاح في الدين وصلاح في الاحوال اللي بيشوف كأنه بتناول الادوية او العقاكير بيبدنه بيشفى من الامراض واذا كان عنده مشاكل مادية المشاكل المادية بتبقى الى زوال لو كان الرأي ده اعزب وشاف في المنام انه بيشرب دواء طيب ده بيكون في الغالب هيتزوج من امرأة صالحة في دينها يعني ست خلوقة او بنت خلوقة جدا متدينة والله اعلى واعلم طبعا طيب لو حد شاف ان هو بياخد الادوية كتير وهو مش محتاجها يعني مثلا بياخد ادوية طول الوقت في المنام وانا مش عارفة لعلا اللي عندي ايه ده بيبقى شخص طمع شخص بيطمع في حاجات مش بتاعته بيبقى عاوز ياخد كل حاجة طول الوقت فالشخص ده غالبا هو مش بيقزي اللي حواليه قد ما بيقزي نفسه طيب لو قلنا انه النساء لما بتتناول الادوية للطمس او للحمل وهكذا ده لو شافته عزباء فهتتزوج لو شافته ما بتخلفش فهي ابشيري في حملة في الطريق وفي بيبيو في الغالب بيكون ولد والله اعلى واعلم طبعا طيب لو شفنا مثلا ان احنا بناخد ادوية انا بياخد دواء مثلا للقولون دواء الحاجات اللي هي بتبقى فيها الميسرة يعني الادوية دي بتبقى في الحقيقة برضو جاية بمال طيب الادوية بيكون ليها في المنام الوان هل الوانها دي بيكون ليها دلالات او بيكون ليها دلالات يعني مثلا الاصفر في المنام بيدل على تواعق صحي وبيدل على غيرة اللي بيشوف دواء اصفر وهو بياخده بيبقى عليه عين وحسد ومحتاج تحسين وطحسين قوي لان العين وحسد بيجوا من الناس القريبين اللي هم اصلا مطلعين على حياتنا فطبيعي بيكونوا عارفين كل حاجة فلما العين بيجي صح يعني طيب لو شفنا من الادوية دي الادواء الاحمر بيكون فيه ازى من شخص حوالينا شخص بيكنلنا ضغينا شخص بيحاول يأذينا باي طريقة من الطرق وفي الغالب الازى ده بيكون ازى مدي يعني حد بيحاول يأذيك مديا في شغلك حد بيحاول يأذيك في رزقك في مال هو في الغالب بيكون رزق في مال طيب معانا اتصال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يوم مفرح لو شرفت يا بخير انا على طول يعني تحلم بأموات تحلم بايه؟ بأموات أموات؟ أموات ايو أموات اه اه وبتكون يعرفاهم؟ طب ارجعت تسلي بينا تاني علشان الحلم لازم نعرف اذا كنت متزوجة ولا لأ والأموات دول انت عارفاهم ولا لأ لانه بيفرق في التفسير طيب لو حد شاف انه هو مثلا بياخد أدوية أدوية وهي مزقها مش حلو خالص بيبقى في مرض هيحصل فعلا وبعد كده يتلوه شفاء طيب اه الدواء في الغالب بيكون دليل للسليم على المرض ودليل للمريض على الشفاء يعني اللي شاف نفسه هو قراجي مريض في الحقيقة وشاف نفسه بياخد علاج ده بيكون شخص هيتعافى لكن لو شخص سليم ده بيبقى في الحقيقة هيحصل له مرض أو وعقة صحية وبعد كده يتعافى منها والله أعلى وأعلم ألو سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أم محمد أنا حللت أن أنا هذا وقدم فلفل بتاعي فبقول لي جانبتني بقولها روحي تجاقفل بقولها خذي روحاتي فلفل روحاتي ايه؟ فجاء بقولها روحاتي لي فلفل فلفل أخضر او فلفل او فبقى وانا ببصت بقولها روحاتي لي فلفل ايه براتبني قاعدة جنبي وجنبي مراتبني قوم فلفل أخضر بيقصوة لا خلاص ما تجديش انا هاخد من الفلفل اللي جنبي من انا ده بس تمام حاببت في مشاكل بينك وبين مرات ابنك؟ لا هي في مشاكل ما بينهم وبين جزء اوكي طيب حاببتي تابعيني شكرا على تصالك اه في فعلا مشاكل وفي كلام لازع كلام بيوجع بيتقال الكلام ده لأسف مزود المشاكل وباني بيها جبل يعني ميخلي فيه سد بين اتنين اه بالابتسامة وبالكلمة الحلوة فهو فيه حد منهم الاتنين للأسف لسانه مش حلو في الكلام مش عارف يكسب الشخص التاني فبيخسره يعني كل ما يجي يعمل حاجة زي ما بنقول كده بيجي يكحلها بيعميها يعني بيعايز يقول كلمة حلوة هو بيقول الكلمة الحلوة بطريقة وحشة في وقت مش مناسب فطبعا ما بتبقاش مرضية فحاولة تدخلي ما بينهم لكن بكلام حلو والله أعلى وأعلم ربنا يهدنهم الحال الا عادة لما بتحب تاخد حاجة من حد او تطلب حاجة من حد ده علميا يعني في علم النفط الابتسامة بتخليك اخدت ستين في المية من الموافقة لما واحدة مثلا انت روح عاوزة حاجة من زوجها اه في اي وقت بقى يعني حتى والله لو هو جاي من شغله تعبان ومهموم ومش طايق نفسه ولو عايزة منه حاجة وطلبتيها بابتسامة يعني قبل اي حاجة ابتسمتي انت خدت ستين في المية من الموافقة حتى لو الموضوع بتاعك ده مستحيل لكن بطريقتك ولو قلتي انا عاوزة كذا وانت يعني طريقتك امرة في الكلام فانت حتى لو موضوعك سهل انت كده بتصعبه على نفسك فالطريقة يا جماعة الطريقة يعني الاسلوب والابتسامة اصلا امتسامة صدقاء يعني طيب نتكلم كمان احنا قلنا عن العزباء وعن الاعذب فيه كمان للبنت لو شافت المنامات دي ان هي بتتكرر معها على طول ادوية على طول مستشفيات وعلى طول ان هي تعبانة على طول مثلا حامل البنت لو شافت مساها حامل دي ده منام او رؤيا ما بتقلقش خالص خالص الرؤيا دي بتكون ان هي حاملة هام الحاملة عموما في المنام حاملة هام كتير كانوا بيفسروا بلسان حال الوقت ده يعني كان وقتها الدنيا عاملة ازاي بيفسروا مثلا نبسطها ان زمان ما كانش فيه وسائل الموصلات اللي موجودة دلوقتي فطبعا هم ما فسروش رؤية الطيارة ولا العربية ولا الباس ولا الحاجات دي فكانت وسائل الموصلات عندهم الخيول والجمال تمام يبقى بعد كده احنا اللي بنتطور الموضوع على لسان حالنا او على زماننا اللي احنا فيه فبتكون برضو الرؤى كده في ازايها زي الحقيقة بالضبط عادة الحامل بيكون في الحقيقة تعب جدا للست في المنام كمان بيكون حاملة هامل ما بتكونش حاجة وحشة وان البنت دي مثلا عملت حاجة غلط وعملت حاجة كرسة والمفروض ان احنا نقطعها يعني والله اعلى واعلى معنا اتصال ألو اروح عشان اسمعك اختك بتعمل ايه؟ بتحلل دقيق بتحلل؟ اه بتحلل ايه؟ دقيق دقيق دقيق؟ اه يعني ايه بتحلل طيب سانية يعني ايه بتحلل؟ ايوة بتحلل يعني في الـ يعني احنا عندنا هنا في البلد كده بالغربال يعني بتغربله؟ اه اه اوكي اه بتنخيله يعني ايوة ايوة تفضل يكمل فدخل راجل كبير في السن لابس لبس ردبة ردبة؟ اه ردبة لابس لبس ردبة كده اه اوكي فهو ادى صوت هو وراكب يعني فاقتي اول ما سنعته زي كده رحت وقفات جامت وسبت الدقيق من ايديه بديت وقفة للراجل ديه وكانت لابسة عباية لنها النابج لنها اوفشية يعني فبعد كده انا قلت علي انه هو الراجل ده يعني جوزها يعني بس في الحقيقة انسة هي في الحقيقة انسة؟ اه اه اوكي وخلص المنام على كده حاضر حاضر حبيبتي تابعينا اه حبيبتي شكرا على اتصالك هي حلمت او شافت ان اختها يعني شافت انها كانت بتنخل دقيق اه وكان فيه راجل دخل عليها الراجل ده كبير في السن وهو ردبة وبعد كده هي اخدت الدقيق واديته للراجل ده وهي كانت لابسة عباية فوشية واختها بتقول انسة عندي كلمة كبيرة قوي اه انسة اه طيب هو الدقيق في المنام احنا قلنا الدقيق لنستقيلها قبل الاول الحلقة الدقيق خير اه وخير كتير جدا رزق رزق هيدخل البيت اللي كان فيه المنخل والدقيق ده تمام الراجل ده اه فيه حاجة هتحصل عندكو هتبقى محتاجة اه عقل كبير وعقل متزن ياخد فيها قرار واختك هيجي لها اه صاحب نصبها بامر الرحمن وهيكون ليها زواج قريب جدا وهتبقى عروسة زي الامر مش تبقى عيني صلى حاجة اه لكن فيه مشكلة واسف ان انا بقول كده فيه مشكلة هتحصل والمشكلة دي هتسمع شوية دي الجلبية الفوشية او العبية الفوشية اللي كانت لابساها المشكلة دي هتسمع شوية للي حواليكو لكن بعد كده هتبقى خلاص حاجة وهتعدي والله اعلى واعلم ربنا يرزقها الخير يا رب اللهم امي طيب انا كنت بقول ايه بقى قبل المنام اللي كنا بنفسره طيب ايه احسن علاجات نشوفها في المنام يعني ايه احسن حاجة عمليات مثلا نشوفها ونقول دي كده لا خير لا محالة يعني مش محتاجة تفسير ومش محتاجة ان احنا نروح لسماح عشان تفسره عشان توقوش محتاجيني يعني تصحيح النظر لو شفت في المنام ان انا بصحح نظري او مثلا بعمل عملية في عيني بلبسنا الدارة العمليات دي كلها معناه تحسين في البصيرة ان انا هبقى شايفة الحاجة صح هشوف رؤية كاملة للموضوع هيبقى في حاجة مش هبقى محتاجة رأي حد لان انا هبقى متعقلة بما يكفي ان انا اخد قرار عشان انا شايفة الصورة كاملة هشوف ناس كتير على حقيقتهم وده للأسف طبعا عندما بنكتشف الحقيق بتبقى وعند سقوط الاقنعة فطبعا بتبقى في وجع كتير فللأسف اللي بيشوف نفسه ان هو بيصحح نظره او ان هو بيعمل عملية في في عينه او بيلبس نظارة ده بيكون شخص هيبصر اكتر ببصرته قلبه هيكون مليان نور هيعرف يفرز الناس اللي حواليه هيعرف يقول ده صديق يبقى صديق ده عدو يبقى عدو ويبقى كلامه حق يعني ما يلونش كلامه او مثلا ما يديش فرص تانية خلاص هو شايف ان ده عدو هيبقى فيه كده رسالة في المنام ان ده جالك اول مصحيت من انه شفت او حسيت ان فلان ده مش كويس فهو فعلا بيبقى مش كويس على فكرة دي غالبا برضو بتيجي في الاستخارات الاحلام التحذرية بيكون انا نمت وانا بفكر في حاجة معينة وده عدو الاستخارة وصلت الاستخارة على حاجة معينة بصحى من النوم فيه شخص معين مش مريح بالنسبالي مش مريح قلبي حد كده قلبي مش مرتاح له مش عاوزة اتكلم معاه فبيكون الشخص ده فعلا مؤذي بيكن ضغينة كارهني مش حبيب لي الخير لكن اللي يعني بيظهر غير كده بيظهر محبة بيظهر انه هو شخص واو في معاملته معايا بقى شخص اللي محصلش بيحاول اللي يكسب محبتي قوي عشان ياخد علي فرص اكتر والله اعلى واعلم طبعا طيب ايه بقى نشوفه في المنام ونقول ان ده فعلا مش حلو يعني الامراض اللي شوفها في المنام ونقول ان دي كده حاجة مش حلوة خالص الامراض الجلدية عموما يعني اي مراض جلدي في المنام ده دليل على النكد الحاجات اللي هي بتدل على النكد حاجات كده معروفة في المنام زي البطيخ زي الرز بلبن الحاجات يعني معروفة جدا ما فيهاش تفسيرين او ملهاش تقويلين البطيخ ملهوش تقويلين الرز بلبن ملهوش تقويلين مهما كان المناسبة او الطريقة اللي بيتاكل بيها شوفتوا يبقى فيه نكد كمان الامراض الجلدية كده بيبقى فيه نكد وبيبقى فيه هموم وبيبقى فيه كرب كتير قوي الاحلام بتكون ليا وللناس اللي معايا في بيتي يعني مثلا انا لان بشوف منام بشوفوا لي والولادي والجوجي بشوفوا البيتي نفسه مش لي انا بس كشخص لان انا حياتي مش منفصلة عن حياة ولادي حياتي مش منفصلة عن بيتي فهي بتكون جوا بيتي زي مثلا رؤية يوم القيامة واني شفت نفسي بتحاسب وشفت اهوال يوم القيامة دي كلها بتبقى القيامة ايما بس في بيتي انا مش في الا مش رؤية عامة بتبقى رؤية خاصة يعني احنا في برنامجنا هنا بنعلمكوا تفسير الاحلام عشان ما تحتاجوش لنا بعد كده ودي حاجة حلوة على فكرة طيب لو حد شاف نفسه في المنام في مرض معين في رعشة في ضيق تنفس ودي مش الجسوم خالص يعني الجسوم حاجة والضيق التنفس شايفه في المنام دي حاجة تاني برضو نتطرق للجسوم شوية لكن بعد التدوي بالاحلام شايف نفسه وهو في المنام مثلا بيتراش من البرد او من المرض شايف نفسه مش قادر يتنفس في ضيق تنفس مهما عمل فيه هوا فيه اكسجين بس برضو حاسس انه مش قادر يتنفسه فيه يعني مفيش هوا مفيش هوا داخل الرئة خالص ده بيبقى شخص في الحقيقة عنده توازن نفسي قوي جدا بيبقى احسن شخص تاخد منه نصيحة احسن شخص تاخد رأيه في موضوع احسن شخص ينفع تسلمه زمام الامور الشخص اللي هو شايف المنام ده بيبقى في الحقيقة لا هيبقى متزن نفسيين جدا لو هو داخل على شغل فهيعرف ياخد قرار لو داخل على زواج لا هيبقى قراره صائب جدا هيبقى ملمة بالاحداث اللي حواليه الاحداث الحياتية اللي حواليه هيبقى ملمة بمعادن الناس هيعرف يفرز الناس ويعرف معادنهم ويتعامل معاهم على هذا الاساس الجسوم ده حاجة تانية الجسوم او الجفون او شلل النوم دي حاجة تانية خالص صغير اللي انا بقول عليها اوكي عشان بس الامر ما يختلطش علينا طيب الركيا الشرعية لو حد شاف نفسه انه هو بيتعالج بالركيا الشرعية في المنام ده بيبقى حد في الحقيقة صح دينه انه هو انه هو حد ما كانش بيصلي قوي بس دلوقتي ابتدى انه هو يلتزم مثلا كان متناسي حاجة بينه وبين ربنا العلاقة بيننا وبين ربنا انا بشوفها كده ببان في باب تقفل ما خلي باب مفتوح ما تقفلش كل الببان يعني مثلا باب الصلاة وباب الصيام وباب الصدقة وباب جبر الخواطر وشهادة الحق والحاجات دي كلها فمثلا حد ما بيصليش خليك اعمل الحاجات التانية الصح هتخليك غصب عنك تصلي حد مثلا متعود انه هو بيقبر خاطر كل اللي حواليه تخليك زي ما انت في يوم من الايام ته هتلاقي نفسك الصح بيجيب صح طول ما انت بتعمل حاجة صحة وماشي فيها كويس وبتحاول تعملها وبتعملها من قلبك خالصة لوجه الله تعالى فده هيجيب حاجة تانية صحة اكتر وهتلاقي نفسك بتصحح دينك لوحدك من غير ما تكون حاسس ان انت عليك عب هتلاقي نفسك فجأة بتصلي كويس فجأة بتتصدق بتدفع ذكاتك في معادها اسكارك بتقولها قيام الليل الحاجات دي كلها بتعمل في باب مقفول نخلي باب مفتوح تاني عشان يفتح لنا الباب اللي تقفل هو من باب يسر الدين يعني لو ما بنصعبهاش على نفسنا طيب معنا اتصال نقول الو 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 طيب سمحت انا حوض في انا حلمت حن قبل كده ان انا كنت ماشي في طريق فاضي وانا كنت ماشي انا وبتعمي وفي لما وانا ماشي واحدة بتقول لي فتح ايديك وروحت فتحت لها ايدي جيت لي غمض عناكي رحت غمضت عناي رحت شكتني بدبوس صباعا فانا محسيتش بشكت الدبوس رحت فتحت عناي ولكتها صباعي متعاور ومطلع منه دم رحت جات لي خلاص وفي نفس الحلم تاني عمي برضو عملي نفس الحركة بإيه رجالي ايه احنا هنعمل تحليل لكل الناس وصحة ممكن دم وكان بيصحة مدم كتير من صباعي احنا هنعمل تحليل اه وصلت وصلت الرؤية طيب حاببتي انيسة او متزوجة انيسة انيسة طيب تابعيني حاببتي شكرا على اتصالك اه كان عندك ازا والازا الحمد لله رب العالمين يعني اه خلاص زال فكنت مأزية وغالبا اتعليكتي او حاجة كده وبقيت احسن يعني اه في حد بيتكلم عنك كلام مش حل والشخص ده من ناس قريبين يعني لحد ما اه والكلام ده هيوصلك هيتعيبك شوية او هيدايقك شوية لكن بعد كده هيعدل انه مجرد كلام اه في حاجة بتتقسميها انتي وبنت عمك اسرار غالبا اه والاسرار دي في منها حاجات هتعمل مشاكل وهتتكشف والله اعلى واعلم اه طيب معانا اتصل تاني الو 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 تفضلي يا سعاد انتي ايوة الو لو سمحتي طيب وطي صوت التلفزيون اه ايو عايزة احجل حضرتك حلم لو سمحت اتفضلي حبيبت وطي التلفزيون وسمعيني من الفن لو سمحت ايوش حضرتك بقول لي حضرتك اه اه اسمعيني من التلفزيون اسمعيني من التلفزيون طيب خط فصل رجعت تسلي بينا تاني اه طيب احنا قلنا الاحلام اللي هي الامراض اللي نشوفها في المنام وتبقى الى حد ما مش حلوة فيها نكد فيها هموم فيها كروب دي كانت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الامراض الجلدية كمان علاج البشرة في المنام للبنات طبعا نقول لنا بنحب علاج البشرة في الحقيقة بس هو في المنام الاسف مش حال يعني لما حد بيعالج بشرته في المنام بيبقى عايز يعالج نفسه هو في الحقيقة نفسيا يعني بتبقى حد غالبا اتواجعت قوي فمحتاجة بقى ان هي محتاجة ترميل نفسي محتاجة انها تقف وقفة كده لنفسها وترجع تستعيد نشطها وتستعيد حيويتها من تاني وترجع تقول لنفسها انا حلوة يعني انا انا ينفع اتعايش وما ينفعش اتوجع طيب معنا تسال قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا ام علاء تفضلي طيب ارجع تسلي بينا تاني واحنا عندنا مشكلة في الاتصالات ولا عشان اتصالات كتير طيب كده احنا قلنا كل الادوية والعلاجات والعقاقير دي رؤيتها محمودة رؤيتها في المنام معناها انها شفاء من مرض اي ادوية مسكنة للألام برضو ده بيبقى حاجة حلو قوي ان احنا فعلا في الحقيقة ألمنا الجسدية والنفسية هتكون الى زوال الاحلان بالتداوي الاحلان بالتداوي كانت برضو على ايام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة في يوم من الايام راح حد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له ان هو مريض وكان تقريبا شاف منام ان هو بيأكل عسل فقال له روح وكل عسل وان شاء الله طهور اللي شخص ده كان مريض في معدته يعني فروح ورجع تاني للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له انا مريض وكلت العسل وما شافنيش يعني لم اشفى يعني قال له روح وان شاء الله طهور فالموضوع ده تكرر ثلاث مرات تكرر ثلاث مرات طيب معانا اتصال ارد على اتصال عشان على اسمي قال له ايوه السلام عليكم عليكم السلام وراح في البركاتة تفضلي سماح ايوه سماح تفضلي حضرتك انا بقى نام ببقى نام وبحلم اللي في كلاب بتجري وراي وتعبني كمالي والكلاب بتعدك في علم ها بتعدين وبقى ام بعية ا reflects بالعدة ayo اا بقى ام dollars متزوجة يا سماح متزوجة متزوجة وعند so скаж حبيبتي اسماعيني من التلفون اسماعيني من التلفون ربنا باركلك في يوم حاضر تابعين يا فسر طبعا عشان اسمع لقسمي وانا بحب اسمي جدا مع انه قديم قوي طيب بص يا سمح بسم الله الكلاب في المنام اعداء طالما عضوا اوهوهو دي كده اعداء بيعضوكي يعني في ناس اذوكي ولسه لحد دلوقتي بيأذوكي طول ما انت بتحلمي او بتشوفي المنام ده معناه ان الناس دي لسه موجودة في حياتك ولسه بتأذيكي ولسه اذاها بيطولك وان انت بتصحي من المنام حاسة بالوجع ده معناه ان هم يعني زادوا في الازى ووجعوكي بما يكفي يعني وجعوكي قوي ربنا يا عفيكي حبيبتي يا رب فخدي بالك من الناس اللي حواليكي لان الناس دي للأسف انت بشعفة تتخلصي منها انت عارفاهم لكن مش عاوزة لكن مش عاوزة تبعدي عنهم او في حاجة مش مش مخليك تقطع العلاقات وهكذا بس انت لازم تقطع العلاقات دي ولازم توقفيهم عند حدهم مش بالعافية يعني بس انت اعتزلي ما يؤذيكي والله اعلى واعلم الكلاب مش دايما اعداء على فكرة الكلب لو ماشي جنبك بيكون حارس بيكون شخص في الحقيقة بيحروسك ولو جر وسغير ده بيكون اولاد يعني مش دايما الكلب بيكون في المنام وحش عشان انا قلت اعداء فعشان الامر ما يختلطش على الكل ويقول ان الكلاب اعداء في المجمل يعني والله اعلى واعلم طيب احنا لسه معنا وقت نكمل لسه معنا وقت صح طيب نكمل موضوعنا لسه معنا وقت طيب المنومات يعني الحاجات اللي بتنيمنا في الحقيقة اللي هي الاقراص المنومة مثلا اللي بناخدها علشان ننام دي دي في المنام لو احنا خدناها فدي في الحقيقة هروب احنا بنهرب من مشاكل بنهرب من حاجة معينة في حياتنا مش عاوزين نواجهها مخاوف ما بنواجهاش مخاوف بنبعد عنها وبنحاول هو بنتجنبها عارفين الاشخاص اللي بيبقوا شخص بيبقى ضعف من قطر الوجع النفس اللي هو فيه فأسلم حل ليه الهروب ما بيضطرش يواجه او ما بيحبش يواجه فبيهرب ده ده حلم الاقراص المنومة معنا اتصال الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا امل لو سمحت يا أستاذ الحمام انا عايز انقل من شقتي وشوفت رؤيته الممكن بس تدليني اقولهم اتفضلي حبيبت انا حلمت ان انا كنت عند الحمام كده وبعدين لقيت واحد قول لي عودي يا امل يا عودي يا امل قلت لي يا أستاذ الحمام مفيدة تحب تروح قال لي اه دي اول رؤية اه تاني رؤية حلمت ان ابنت اسمها باسملة وطلع على السلم كده بقول لي التلوع كده التلوع كده في حين ان انا في الناحية التانية بطلع حط رجليه على الجدار ده والجدار ده وعملا بيتصلك الجدران كده بغاية ما تلاقي على الكامير لو امسك العمودي الصابق وامت واقفة لقيت واحدة لابسها بالقوزة بيضة وبيض منعكس على وشها كده وعملا بتكلمني بس يا شفيفة بتتحرك ايه دي بس يا امل ايه دي امل ايه دي امل عشان نسمع اصلا انا متعلك مخوة عصاب عندي ايه يا حبيبتي ربنا يا حبيبتي يا شفيفة ايه دي طيب انا بسمعك انا معاك انا معاك وخايفة ونبي من النقلة دية تقديلين الله طيب ماشي متخافيش بالراحة كده طيب انتي شفتي ان انتي بتتصلاقي الجدران وكنتي طلعت صحي كده طيب الخط فصل يا امل طب انا احاول ساعدك على قد مقدر يا امل بصي اولا حبيبتي ان انتي عايزة تنقلي من الشقة او ما تنقليش من الشقة انت شوفي الاول انت مادية انا هتقدر تعملي كده ولا لأ انا اللي فهمته من رؤيتك ان انت حاسة ان البيت في حاجة او حاسة ان البيت مثلا فيه ازا هو البيت مفهوش ازا خالص انت بس اللي مش مرتاحة نفسيا فيه لكن اذا كان مثلا انت خايفة ان البيت يكون فيه حاجة او مأزي او كده لا خالص البيت مفهوش حاجة ظهور بنتك او اسم بسملة اصلا في البيت ده معناه ان فيه تحصين فمفيش ازا للبيت خالص لو انت خايفة لو انت عايزة تنقلي عشان انت خايفة فمتخفيش وخليك يكمل البيتك مفهوش حاجة انت بتحاولي انت فيه سراع عندك بتحاولي توصلي الحاجة معينة وعاوزة توصلي لها بسرعة قوي لكن بتجهدي نفسك يعني بتخلي نفسك مجهدة بتتعيبي نفسك وبتتعيبيش حد تاني والله اعلى واعلم فانت لو بتدوري ان فيه ازا في البيت ومفيش ازا خالص في البيت ومفيش حد عاملك حاجة والله اعلى واعلم طيب لو قلنا العلاج او التنويم المغناطيسي في المناب التنويم المغناطيسي مثلاً لو ست شافت نفسها انها بتعالج بتنويم المغناطيسي او ان هي شافته في المناب حد بينويمها مغناطيسياً او الحاجات دي دي حاجات هتقذيها جداً في الحقيقة حاجة هتقذيها نفسياً جداً في الحقيقة هتعمل حاجات غصب عنها اوكي فلو هي شافت الرؤية دي تحاول تاخد بالها من تصرفاتها في الحقيقة لان بتبقى الازجي لها من نفسها هي اللي قدت فرصة لحد ان هو يأذيها والله اعلى واعلم وكده تكون انتهت حلقتنا يارب اكون قدرت اقفتكم ويارب اكون كنت خفيفة على قلوبكم اتبسطت معاكم جداً الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله مع شفت منام سامح العجل شكراً لكم 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 شكراً لكم